أبو باسل يعني اتحاد حدد مبلغ حتى في الخبر أن اتحاد حدد مبلغ يعتبر كمبلغ طوق نجاة للاتحادين حدد عشرة ملايين لابد أن تكون حاضرة لابد أن تكون آنية للاتحادين على الأقل لتسير أمور النادي في الشهر المقبل أولا إذا تتذكر زميلي هاني أنا كنت معك في حلقة سابقة وذكرت أنه الجهولات المكوكية للمهندس حاتم باعشن للفيفا وأنه كان يسكن بجوار الفيفا في زيوريخ طوال هذا الموسم وكان يحل مشاكل كبيرة أنا أعتقد أنه هناك مجلس إدارة آخر أو رئيس آخر لا يتحلى بحكمة هذا الرجل وإخلاصه لنادي الاتحاد لا رأينا الاتحاد في موقع آخر ربما وهذا الأمر طبعا إحنا ما نكننا نتمنى أنه لنادي الاتحاد يصل لهذه المرحلة لكن حكمة المهندس حاتم باعشن ومجلس إدارته والفريق القانوني الذي كان معاه في الفترة الماضية جنبت الاتحاد الكثير من الإشكالات والكثير من الأمور التي كانت تزلزل الاتحاد في هذه الفترة العصيبة هناك الكثير من القضايا التي استطاعت الإدارة التصدي لها بدعم من بعض الشرفيين الفكرة الآن إحنا سواء توفر المبلغ أو لم يتوفر علينا النظر في من يدير هذا المبلغ هل الإدارة الحالية بقيادة حاتم باعشن هي التي يضع فيها جمهور الاتحاد الثقة وأنها صمام الأمان للمرحلة المقبلة إذا كان كذلك فعلى الاتحاديين أن يحددوا خيارهم بأن يعني يختاروا أو يكون صوتهم عالي ويصل لهيئة الرياضة بأن يختاروا حاتم باعشن في التمديد له حتى لول سنة مقبلة أما إذا فتح خيار الانتخابات وهذا أمر أيضا ربما يأتي لك بجيد وربما يأتي لك بغير الجيد فهذا أمر آخر فأنا أعتقد أنه من خلال تجربة ومن خلال براهين قدمها المهندس حاتم باعشن في الفترة الماضية رأينا عمل جبار رأينا تصدي لقضايا مهمة الاتحاد حقق بطولة رغم كل الظروف أيضا تجديد مع بعض اللاعبين بحثا عن استقرار الفريق في الفترة المقبلة كل هذه الأمور ربما يعني جعلت الاتحادين أبو باسل يعني الآن الاتحادين ما يحق لهم أنهم يطمعون أكثر في أنهم يكونون مثل يعني دائما نتكلم عن الاتحادين نتكلم عن دارة باعشنها سيرة أمور النادي بطريقة معينة بعض الاتحادين يجونك يقولك لا أبي نبغى تفكير مختلف نحن نبغى نعيش عصر مثل العصر اللي عايشها الآن الهلال والأهلي عندنا رئيس عندنا داعم في بذخ مالي في صرف مالي على النادي عندنا قوة مالية نقدر ندخل فيها في صفقات ما رح نقدر ما رح نمشي على تسير النادي بأمور معينة أو إدارة عملت اللي عليها يعني أنا أقول لك أقرار لك بعض تفكير الاتحادين قصدهم أنه كانوا في يوم من الأيام الفريق الاتحادي كان هو المسيطر على الصفقات المحلية طيب أنا أقول لك لو أنه تركيبة الاتحاد الآن يعني الآن الاتحاد خالي من هذه المشاكل المادية ومن الديون كان أقول لك نعم لكن الاتحاد الآن بحاجة إلى رئيس مجلس إدارة أو رئيس نادي يتحلى بالحكمة وعدم التعجل والاستعجال في حل القضايا الآنية التي تواجه نادي الاتحاد نادي الاتحاد الآن حتى وأن أغلق 12 قضية لا زال لديه الكثير من القضايا هذه المرحلة تتطلب وجود حاتم بعش ربما أنه في المستقبل القريب أو خلال سنة أو سنتين متى ما استقر حال الاتحاد ربما تتوفر هذه البيئة التي هي موجودة في الأهلي أو في الهلال أو في غيره من الأندية الكبيرة التي لديها مظلة ولديها داعم ولديها أيضا استثمارات قوية وطبعا نشاهد إذا كان شاهدنا النادي الأهلي يعني في الفترة الماضية وعنده رعاية قوية وعنده أيضا رعاية تجارية وعنده أيضا مظلة شرفية مهمة وكذلك هذا الأمر موجود في نادي الهلال أنا أعتقد أنه الوضع في نادي الاتحاد يمكن خلال سنتين عندما تستقل الأمور المادية وتقل نسبة الديون عندها ممكن أنه يكون البيئة الموجودة في نادي الاتحاد تكون مهيئة أكثر لاستقطاب الداعمين في هذه الفترة طيب